ما يزيد على ثلاث ساعات استغرقتها مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة مباحثات وصفها بيان الرئاسة التركية بالشفافة والصريحة بينما وصفها الجانب الأمريكي بالمثمرة زيارة تيلرسون إلى أنقرة تأتي ضمن جولة شرق أوسطية كما تأتي في سياق محاولات أمريكية لرأب الصدع في العلاقات مع تركيا لا سيما بعد انخيرات الأخيرة في عملية عسكرية في الشمال السوري ضد ميليشيا حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن في حين تراها أنقرة امتداداً لتنظيم البيكيكي المدرج على قوائم الإرهاب في تركيا والاتحاد الأوروبي بل وفي الولايات المتحدة كذلك وبحسب وزير الخارجية التركي مارودشوي جولو فإن اتفاقاً أبرم بين الجانبين بشأن إعادة العلاقة بينهما إلى وضعها الطبيعي مشيراً إلى أن بلاده ستمضي قدماً مع أمريكا في اتخاذ خطوات آمنة ولكن بعد خروج الميليشيات الكردية من مدينة بنبيج السورية لقاء تيلرسون أردغان سبقه لقاء بين وزيري خدفاع البلدين على هامش اجتماعات حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل حيث شدد الوزير التركي على ضرورة إنهاء كل أنواع الدعم الأمريكي المقدمة للميليشيات الكردية شمال سوريا في المقابل فإن محللين يرون أن زيارة وزير الخارجي الأمريكي إلى أنقرة ربما تحمل تحذيراً أمريكياً إلى جانب طمأنة الجانب التركي إزاء ملف الميليشيات الكردية فالجيش التركي حسب تأكيدات سياسية سيتوجه بعد عفرين إلى مينبج ما يعني احتمالاً متزيداً للمواجهة مع القوات الأمريكية الموجودة هناك والتي تؤكد واشنطن أنها لا تعتزم سحبها من هناك العلاقات الأمريكية التركية إذن لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق في أكثرها بتطورات الأوضاع في سوريا وكذلك بقرار الرئيس الأمريكي بشأن إعلان مدينة القدس المحتلة عاصمة الكيان الصهيوني نهيك عن احتضان واشنطن للمعارض التركي فاتحالا جولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا قبل عامين ما يجعل نتائج زيارة تيلرسون معلقة بمقدار ما يتم من إجراءات أمريكية في الأيام القادمة